احراق القرآن الكريم تم الإيقاع بالعديد من المتظاهرين أرضاً حين قامت حركة سيان بالتظاهر في كريستيان سان نرى هنا المتظاهرين المضادين وقت تدخل الشرطة حين أضرمت سيان النار بالقرآن وأحرقت صفحتين منه كانت الشرطة قد أبلغتهم بأنها لا تسمح لهم بذلك حدثت مواجهة بين المتظاهرين سيان ومتظاهرين مضادين لهم قاموا بتجاوز الحاجز فأوقعت الشرطة طوبهم أرضاً دور الشرطة هو تسهيل حرية الرأي نحن نفعل ما بوسعنا للقيام بذلك وفي هذه الحالة فقد كان عملنا هو أن نضمن لسيان أيضاً التعبير عن رأيهم وقد أتيحت لهم الفرصة لذلك لكنهم انتهكوا أحد الشروط التي وضعتها الشرطة وزادوا على ذلك بأنهم أثار الفوضى في المكان فقمنا بفضل الترتيبات التي قاموا بها هذا الحدث لم يكن مما اعتاد عليه هذا الرجل على الإطلاق تدين وزارة الخارجية التركية بشدة إضرام النار بالقرآن خلال المظاهر التي جرت في الميدان في كريستيانسان تعليق السلطات التركية على هذا يبين مدى خطورة محاولة إحراق القرآن نرى بأنه تم إثارة حفيظة المسلمين وقلقهم وخاصة المسلمين الشباب لذا فعلينا أن نضمن بألا يتفاقم الأمر من قام بترتيب المظاهرة هي حركة السيان التي تعني أوقف أسلمة النرويج تقول السلطات التركية بأنها تتوقع تقديم المسؤولين عن ذلك إلى المحكمة بأسرع وقت ممكن زعيم السيان لا يخاف من رد الفعل التركي لا أشعر بعدم الأمان أشعر بعدم الارتياح قليلا عندما أتلقى هذه التهديدات عبر الهاتف إنه شيء يجب أن نتعايش معه لسوء الحظ نحن نقف على المتاريس ونناضل من أجل مبادئ الحرية علينا أن نخلق مدينة للجميع مدينة تحتوي الجميع ولكن هناك وجهات نظر متطرفة قانونية يجب أن نكون مستعدين لها ثم يتعين علينا التعامل معها بأفضل طريقة ممكنة ترجمة نانسي قنقر